موسيقى قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين التنياهو ان الشروط التي حددتها الادارة الامريكية وفق صفقة القرن للشروع بالمفاوضات مع الجانب الفلسطيني تتضمن التوقف عن دفع مخصصات لذوي الشهداء والاسرى وانهاء التحرك ضد اسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي ووقف التحريض وعدم الانضمام الى المؤسسات والمحافل الدولية دون موافقة اسرائيلية وشدد نتنياهو على ان التوصل لاتفاق مع الفلسطينيين يتطلب الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية تشمل غور الاردن وشمال البحر الميت ومستوطنات الضفة الغربية بالاضافة الى الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على القدس المحتلة قائلا ان العاصمة الفلسطينية المقترحة وفق ما يسمى بصفقة القرن ستكون في ابوديس واضح نتنياهو انه في حال لم تستوفي فلسطين جميع الشروط المذكورة فان اسرائيل ستواصل السيطرة الامنية على المنطقة جيم متعهدا بعدم بناء مستوطنات جديدة او توسيع البناء لمدة اربع سنوات